اذا مشروع استراتيجي حيوي نوعي كبير تطلقه دبي من جديد المطار الأكبر في العالم مطار المكتوم بتكلفة 128 مليار درهم هذه المرة كيف ستستفيد الأسهم وسوق دبي من مشاريع المطار الجديد وما هي انعكاساته على المشهد الاقتصادي برمته نتحدث عن مبنى المسافرين الجديد طاقة استيعابية 260 مليون مسافر وتكلفة ب 128 مليار دولار نتحدث عن حوالي 35 مليار دولار 128 مليار درهم هذه تكلفة مهولة كبيرة تجعل منه المطار الأكبر في العالم بهذه السعة الاستثنائية نستمع أيضا في بعض التفاصيل فيما يتعلق بهذا المطار الجديد الذي من المفترض أن ينقل كل عمليات مطار دبي القديم في شكله الحالي في خلال عشر سنوات تتحول إلى هذا المطار الجديد الذي يعاد الأكبر في العالم إذن بناء عليه أيضا زيادة الطلب السكن في دبي الجنوب ومدينة المطار هذه انعكاسات هكذا مشروع حيوي على كل القطاعات لا شك في أن قطاع العقارات من الدرجة الأولى هو المتأثر الرئيس بهكذا مشروع باعتبار أن هناك ضخ جديد ربما خاصة في تلك المنطقة ومدن إعمار الجنوب التي ستستفيد بشكل مباشر من هكذا لكن قطاع العقارات والمقارات بشكل عام هو مستفيد أكبر وارتفاع الطلب العقاري في دبي الجنوب سيكون على وجه الخصوص باعتبار استراتيجية هذه المنطقة وقربها من مطار المكتوم الجديد إذن قطاع البنوك أيضا واحد من القطاعات المستفيدة بشكل مباشر طبعا وغير مباشر ارتفاع عمليات التمويل والإقراض في ظل حالة الزخم التي ستنتظم حركة الإعمال في هذا المطار في ذاته وما يحيط به أيضا من عقارات وطلب أيضا على العقارات في تلك المنطقة قطاع المرافق والخدمات أيضا سيستفيد بشكل كبير طبعا نتحدث عن إمباور وباركين وسالك كل هذه القطاعات الحيوية لها علاقة بحركة النقل والمناولة والتوصيل وبالتالي هي مستفيد أكبر مما يحدث من تحول نوعي في كل ذلك إذن دبي تدخل السباق من جديد في قائمة الأكبر في العالم مطار المكتوم الجديد لسعته التوسعية التي تتسع لـ 260 مليون مسافر ترجمة نانسي قنقر